اشتركوا في القناة ان شاء الله بإذن الله نبدأ مراجعة الفيزياء النهاردة وان شاء الله نوصل ان احنا بعد عدد من الحلقات ان احنا نوصل نقدر نلم اكبر جزء من المنهج ان شاء الله يكون في استفادة بإذن الله حتى البرجرام معين المراجعة مثلا للطلبة ان شاء الله بإذن الله هنحاول نركز على سيلة معينة الطلبة بتبقى ضعيفة شوية فيها من وجهة نظرنا هنحاول نأول الاجزاء ديت زي النهاردة ان شاء الله هنبدأ العلاقات البيانية وبعد كده إن شاء الله في الحلقات اللي جاية إن شاء الله نبدأ نحل مسائل لكن بطلب من الطلبة بتوعي إن شاء الله الهدوء شهر اتنين طبعا بعد الطلبة بتصاب بالأحباط في السنوات العامة إنه هو مش هيقدر يوصل لهدفه أو مش هيقدر يوصل المجموع اللي هو عايزه كلام ده كله طبعا مش وقته خالص احنا نبدأ ونتوكل على الله بإذن الله وبالنسبة للفيزيو إن شاء الله هنبدأ النهاردة حصة مهمة جدا أرجو من الطلبة بإذن الله يبدأوا معي كده يكتبوا معي في الحصة ويتعبون إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق إن شاء الله حلام وفقها بإذن الله هنبدأ إن شاء الله النهاردة بسؤال العلاقات البيانية السؤال العلاقات البيانية طبعا الطلبة بتوعنا بيذكروا وكويسين جدا في المنهج ولكن بيجي قدام ورائة الامتحان في جزء معين ما بيبقاش عارف يفصل السؤال عايز منه هنحاول بإذن الله نبدأ كده بيقول نكتب مع بعض الطلبة اللي بتتبعنا السؤال الأول بيقول العلاقة البيانية التي أمامك تربط العلاقة بين فرق الجهد بين طرفي موصل وشدة الطيار الكهرابي فرق الجهد طبعا بيقاس بوحدة الفولت شدة الطيار بتقاس بوحدة الأمبر جميل طيب البداية مهمة جدا لأن في رسمة بعدها إن شاء الله هيبقى فرق الجهد بين الطرفي مصدر كهرابي هتختلف الرسم فبدايتنا فرق الجهد بين الطرفي موصل أول ما الطالب يقرى الجملة دي تمام يروح دماغه على طول على قانون اسمه قانون أم هو أشهر وأول قانون عندنا في المنهج ورسمة قانون أم لازم كل الطلبة تبع عارفة بترسم إزاي هنا عندي جهاز أميتر لقياس شدة الطيار عندي ريزيستنس اللي هي المقاومة دي اسمها كونستانت ريزيستنس اللي هي المقاومة السابتة بعد كده مفتاح مصدر طيار كهرابي تمام وهيحط هنا اللي هي المقاومة المتغيرة اللي هنسميها هنا أرداش هيجيب هنا بولتاميتر هيحطه بين طرفي المقاومة لقياس فرق الجهد وده في الرسمة دي اسمه الزالق الزالق ده هيتحرك على ريوستات أو اسمها المقاومة المتغيرة ووظيفة الريوستات في الرسمة دي التحكم في شدة الطيارة الدايرة يعني هنشوف دلوقت ده طبعا الزالق فكرة قانون قوم بدأ من هنا اننا لو عندي دي مقاومة متغيرة تعالوا نبص كده كلنا على الرسمة عند غلق الدايرة ايه اللي هيحصل هيمر الطيار هنا تمام وبعدين هيمر على المقاومة السابتة وبعدين على الزالق وبعدين هيكمل على الريوستات تمام فإذا اننا هو دخل قيمة الريوستات كلها أو المقاومة كلها داخل الدايرة طيب هيعمل ايه؟ هيبدأ يعمل ايه؟ هيبدأ يسجل أرقام الأميتر اللي هي بيئيس شدة الطيار هيبدأ يسجل أرقام الفولتاميتر اللي هو بيئيس فرق الجهد ده رقم واحد هيعمل جدول يربط العلاقة بين فرق الجهد بالفولت وشدة الطيار بالأمبير طيب ده رقم واحد دي تجربة رقم واحدة تجربة رقم اتنين هيبدأ يحرك الزالق ده هيبدأ يحرك الزالق إيه اللي هيحصل تعال نشوف ياريت كله يتابع ويركز معي أول ما بدأ يحرك الزالق إيه اللي حصل حبيبنا طبعا الطلاب اللي هما بيذكروا كويس فاهمين اللي هيحصل آه ده كده قلل قيمة المقاومة المأخوذة من هنا قلت فلما تقلل المقاومة هيزداد شدة الطيار بدأ يسجل أرقام لشدة الطيار باستخدام جهاز الأميتر لما زادت شدة الطيار زاد فرق الجهد بدأ يقلل الريوستات بدأ الجزء المأخوذ من الريوستات يقل لما الجزء المأخوذ من الريوستات يقل لا ان شدة الطيار بتزيد لما شدة الطيار بتزيد لا ان فرق الجهد بيزيد بدأ يستنتج انه عند ثبوت المقاومة لان انا قلت في البداية ان دي مقاومة سابتة مقاومة سابتة قال عند ثبوت المقاومة او عند ثبوت درجة الحرارة حبابنا الطلاب هنرجع بسرعة كده الى العوامل لتتوقف عليها المقاومة اربع عوامل طول الموصل علاقة ترضية مساحة المقطع علاقة عكسية حاجة اسمها نوع المادة ودرجة الحرارة اللي متابع معنا اما دي مقاومة سابتة فسبت درجة الحرارة فقال عند ثبوت درجة الحرارة يا طرق ايه علاقة فرق الجهد بشدة الطيار لان هي علاقة ترضية طب العلاقة ترضية لما ياخد الجدول ده يرسمه هنا هتطلع ازاي هيطلع خط مستقيم ماله امتداده يمر بنقطة الاصل ودي اول تجربة عندنا في المنهج وهي تجربة قانون ام ومهم جدا ان الطالب يبعارف التجربة ماشية ازاي والقانون وصله ازاي طب بعدين النهاردة باذن الله لا انا جاي اتكلم على جزء تاني وهو ازاي اتعامل مع الرسمة دي في الانتحاد بشكل مباشر وشكل واضح تلات كلمات نحفظهم مع بعض الميل ما يساويه الميل العلاقة الرياضية اه فيه ناس محترمة ومركزة وبتذاكر وكويسين قالوا العلاقة الرياضية ما هو اللي انت لسه ايلها اللي هي قانون ام بيقولي قانون ام في خط المستقيم يعني اي خط المستقيم هيجيلك في الامتحان بالمنظر ده بتحكمه علاقة مدرسين الرياضة بيقولوا ان هي الصد بتساوي مين سين زائد جيم طيب مين الصد قال لي الصد ده هو المرسوم على محور الصدات طيب ومين الصين ها فيه ناس بتكمل معايا اه اللي مرسوم على محور الصنات براب عليك يا مستر طيب الحاجة المضروبة في الصين بيسموها معامل الصين وهو الميل اه 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 فيه ناس كميلة اه ها الله أجل ها الجزء المقطوع من محور الصدات طيب عايز كل الطلبة كده وهي بتتابع معنا وإيه شايف القانون بيقول ان الفي بتساوي اي فار هل ده شبه ده اه بس هو مش واخد بينه ان هي بلاس زيرو زائد سفر يعني زائد سفر قال يعني لا يوجد جزء مقطوع من محور ها الصدات مفيش جزء مقطوع من محور الصدات فبالتالي الخط ده امتداده بيسموه يمر بنقطة الاصل طيب جزئية هنطلع بره الرسمة دي بسرعة كده هل منهجنا كله عندي كزا خط بسرعة كده معلش هنطلع بره ايه الجزئية اللي احنا بنكلم فيها منهجنا كله هندخل السنة دي نلاقي رسمة من الرسومات اللي على الصدات اللي انا هقولها دي اللي هي ممكن يبقى عندي خط مستقيم امتداده يمر بنقطة الاصل موجود في المنهج موجود في المنهج ممكن يبقى خط مستقيم ويوجد جزء موجب مقطوع من محور الصدات موجود في الفصل التاني طيب ممكن برضه يبقى خط مستقيم ويوجد جزء مقطوع من محور الصدات ولكن في الجزء السالب موجود في الفيزياء الحديثة وهنتابع كل ده ان شاء الله في المراجعة طيب في حاجة تاني اجري الرسومات دي اه في حاجة تاني ايه هي النهاردة هناخدها العلاقة العكسية ابناءنا الطلبة اللي بيتابعوني انا طلعت بره الرسمة دي علشان اقول ايه السنة دي هيجيلك في الرسم البهاني بإذن الله واحدة من الرسومات دي علاقة ترضية قد تبدأ من نقطة الاصل علاقة ترضية ممكن تبدأ من الجزء الموجب علاقة ترضية ممكن تبدأ من الجزء السالب كل ده موجود عندنا في المنك دمين وممكن تبقى علاقة عكسية زي القانون قوم للدوار المغلق هناخده النهاردة بإذن الله طب في حاجة تاني يا مستر اه فيه اه مش كل الناس كملت اه اه في حاجة اسمها منحنة جاي بي بتحكمه علاقة اسمها علاقة جيب الزاوية عشان ما نضيحش وقت الحصة وهنتابع مع بعض ان شاء الله في المراجعة بإذن الله كل الكلام ده خلينا نرجع سريعا لنفس النقطة اللي احنا بنتكلم فيها بقول ان الصاد بتساوي ميم سيل زي الجيم لازم كل الطلبة اللي قاعدة قدامي اي خط مستقيم في المنهج بتحكمه العلاقة دي علاقة رياضية الصاد هو اللي مكتوب على محور الصادات ما تجي نوفق بقى الكلام ده مع ده يلا مستر احمد مين اللي موجود على محور الصادات ال V بسم الله ما شاء الله يبقى ده هو ده تمام بيساوي ميم سين هو مين اللي موجود على محور الصنات شدة الطيار يبقى ده اللي موجود على محور الصنات جميل بشكل مباشر الطلب المحترم اللي بيكمل معايا قال لي يبقى الميل هو المقاومة صح الميل هو ليه المقاومة يعنينا الله ينور هو الريزيست الصح يبقى انا هنا الميل وما يسويه الميل ولا علاقة الديه عايز اكمل التلاتة دول يلا بنا الميل هشتغل بالرياضة فرق على فرق سامع ناس بتقول فرق الصادات على فرق السناء تب مين اللي موجود على الصاد ها دلتا في على دلتا اي ده بيسموه الميل ما لهوش درجة في الامتحان اما الميل عليه درجة ما يسويه الميل هو السؤال بيجي ازاي بيقول لي هنا في السؤال دايما بيجي الشكل ده بيقول لي اذكر العلاقة الرياضية وما يسويه الميل هل معنى كده ان انا مكتبش ده لأ درب نفسك معايا ان انت تكتب التلاتة الميل وما يسويه الميل والعلاقة الرياضية طيب ده الميل بيسوي فرق الصادات على فرق السناء مين هيكمل وقول لي ما يسويه الميل هي مين الار طب والعلاقة الرياضية اللي احنا كتبناها اللي هي ال V بتساوي I في R التلات حاجات دول هندرب نفسنا عليهم الملوة ما يسويه الملوة العلاقة الرياضية طيب سريعا علشان يبقى استفدنا من حاجة اسمها النهاردة علاقات رياضية هو لو جاب لي الرسمة دي في رسم باني طبعا وارد جدا زي الجدوى اللي انا رسمته اللي هو بتاعة تجربة اوم في اول الحصة ممكن يجيب لي الارقام دي ويقول لي رسمي انت الرسم البياني طب بعدين ويجي يطلب مني اه عايز ايه في الرسم المقابل اوجد قيمة المقاومة هقول له لأ ده انت كده دخلت في ارقام هاخد اي نقطتين اي نقطتين على الخط وليكن مثلا هنحط افتراضات ده رقم خمسة وده رقم عشر ده رقم واحد وده رقم اثنين النقطة دي هروح على النقطة دي واقولي احدى سياتة ايه يعني ايه احداثيات في ناس اللي لغاية النهاردة في ثلاثة السنة وبتطلق بطيقول لي خمسة واحد اقول له غلط الاحداثيات بتبدأ منين من السينات يبقى النقطة دي احداثياتها واحد وخمسة اه في ناس بتكمل كويس والنقطة التانية اثنين على محور السينات وعشر على محور الصداط طيب العدد الصغير الكبير يعني لا مش العدد الصغير المحور ده اللي بيتكتب الاول احداثيات رقمية ان ده محور السينات وده محور الصداط نبدأ بمحور السينات الاول بنبدأ دايما بمحور السينات الاول فأقول واحد وخمسة لغاية النهاردة في طلبة في ثلاثة سنة وبتلغبة في الجزئية دي طبعا إن شاء الله مش هيحصل بعد المراجعات دي بإذن الله طيب إيه بقى نكمل بقى مع بعض هنا هو غير السؤال فبيقول لي من الرسم المقابل قدامك ده هات قيمة المقاومة فهمشي بنفس الخطوات ولكن هعوض بأرقام يعني إيه زي ما متدربين إيه على الجزئية دي في الرياضة هقول له عشرة نقايز خمسة اللي هو فرق مين فرق الصدات تمام كويس على اتنين نقايز واحد على اتنين نقايز واحد كلام بسيط جدا وسهل إن شاء الله عشرة نقايز خمسة بخمسة اتنين نقايز واحد بواحد خمسة على واحد فيها الكامل فيها الخمسة يبقى إذن المقاومة في الرسم المقابل بتساوي خمسة أو تدريب بسيط وسريع ولكن هيستفدي كل الطلبة منه إن شاء الله طب يا مستر هل في حاجة تانية ممكن نجيب منها الميل ممكن وأعتقد ممكن تيجي في امتحان السنة دي إيه هو اللي هو ده وأنا جايب عليها سؤال النهاردة فاصلت النهاردة اللي هو طريقة تانية للميل يعني أنا في الفيزياء طبعا مدرسين الرياضة بيعملوا طرق كتير لإيجاد الميل إحنا عندنا اللي خاص في الفيزياء إن إحنا نجيب الميل بالطريقة دي اللي هي فرق الصدات على فرق السنات أو بيسموها ظل الزاوية اللي هي سيتا دي زاوية مين آه اسمها زاوية ميل الخط على المحور الأفق يعني أنا ممكن ألغي الكلام ده كله وهو يجيب لي زاوية ويقول لي في الرسم المقابل أوجد قيمة المقاومة ممكن أقول له قيمة المقاومة R ما حدش بيكتب ورايا تمام بتساوي تان سيتا بس كده كل العلاقات الرياضية اللي هتبقى بالرسمة دي هنتناقش مع التلاتة دول الميل وما يسوي الميل والعلاقة الرياضية أو ظل الزاوية طيب هنتقل سريعا إلى رقم اتنين هو إيه رقم اتنين حاجة قريبة من الرسمة اللي أنا رسمها ولكن تدولت كثيرا في الامتحانات فبالتالي عايزين نعرف هنتعامل معها إزاي إن شاء الله في الامتحان طيب الطلبة الشاطرين اللي بيكتبوا ورانا يطرى بيقول لي في السؤال رقم اتنين واللي فهم الرسمة الأولى هيفهم التانية بإذن الله لا 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 إيه ده ده هي نفس الرسمة فرق الجهد بين طرفي موصلين هايبدأ يدخل في الرسمة وأنا إن شاء الله عاملهم بشكل متدرج بحيث إن الطالب اللي قدامي ما يملش وفي نفس الوقت يستوعب الفكرة بإذن الله من أكتر الرسومات اللي جات في امتحانات هي الرسمة اللي أصبر إنه هو يعمل إيه؟ خلاني اتدربت على رسمة واحدة أو حاجة واحدة يبدأ يعمل إيه؟ يقول لي طب إنت عندك موصلين في الرسمة دي طيب إيه المطلوب؟ بيقول لي في أو صيغة السؤال بيتيجي إزاي؟ بيقول الشكل المقابل يبين العلاقة بين فرق الجهد بين طرفي موصلين A و B وشدة الطيار اللي هي بالأمبير طب يا طرعيزين رقم واحد السؤال رقم واحد المعتد دايما في الرسمة دي أيهما أكبر مقاومة؟ فأنا أقول للطالب قبل ما تستعجل في السؤال ده وتبقى ضامن السؤال إن شاء الله رقم واحد ما تقراش السؤال إزاي ما راشي السؤال؟ آه ما تقراش السؤال رقم واحد يمشي بالثلاث خطوات اللي احنا قلناهم الميل وما يسوي الميل والعلاقة اللي ايه؟ الرياضي طيب خلاص الميل احنا عرفناه عشان ما نضيعش وقت الحس ها دلتا فيه على دلتا آي طب وبعدين قال لي ما يسوي الميل هو مين؟ هو المقاومة واحد بيقول لي تمه والتاني برضو مقاومة تمنا عادة؟ آه في فرق بينهم طبعا دي هسميها مقاومة المواصل ايه؟ ودي هسميها مقاومة المواصل بي تمام؟ طيب يا ترى أول سؤال هنا بيقول لي في الرسم المقابل ايهما أكبر مقاومة ولماذا؟ ايه ولا بيه؟ اه من خلال ما بنصحح ونشوف الطلبة بتكتب ايه؟ في طلبة بتبقى مذكرة منها كويس جدا بس مش عارف الدرجة هياخدها منين؟ او هياخد الدرجة ازاي؟ ابص لقيه كاتب موضوع تعبير كبير تابعوا ليه؟ اه ايهما أكبر مقاومة رياضيا اسأل مدرس الرياضي سيبك مننا انا اسأل مدرس الرياضي مدرس الرياضي هايقول لك كلما زادت قيمة الزاوية كلما زادت ظل الزاوية يعني كل لما الزاوية قيمتها بتزيد الظل بيزيد اللي هو التاني طب يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني دي مثلا تلاتين طب بعدين ودي خمسين طب ما هو وصل ايه المفوضة يبا اكبر من بي؟ بس كده خلاص انتهت المساءلة فعلا هو بيديني الارقام دي؟ مش بيديني الارقام ما هو عندك ايه شكل الزاوية هي اه من خلال الرسم اه طبعا اه طب ما هو زاوية ايه فعلا اكبر من زاوية بي؟ مش عايزة اي تفكير ولا تعالى سؤال مضمون يلا بينا بيقول رقم واحد الطلبة اللي بتكتب معايا هي صيغة السؤال كده او تابع السؤال في امتحانات السنوال العامة ايهما اكبر مقاومة الاجابة دي عليها درجة ايهما اكبر مقاومة هقول له بيني وبين نفسي صاحب اكبر زاوية مين اكبر زاوية؟ اه الموصل معايا مستر الموصل ايه ماله اكبر اكبر مين؟ مقاومة اكبر مقاومة خدت درجة بيزعلن الطالب المحترم اللي بيزاكر المنج وييه ما ياخدش الدرجة التانية اللي هو لماذا؟ يعني هو عليه درجتين عليه درجتين تذكر ايه الاجبر و ايه المبرر اه يعني انا اقولتين الموصل ايه اكبر مقاومة طيب مش عايز طلب ضعيف عايز كله يتابع معايا كلام بسيط وواضح الموصل ايه اكبر مقاومة خدت درجة تمام طب ليه؟ رياضيا زي ما احنا شايفين هقوله الدرجة التانية لانه ها اكبر محدش بيكمل زاوية ميل شكرا عليها درجة تمام محدش استعب صح؟ لا جميلة صح الموصل ايه؟ هو بيسأل بشكل مباشر انا بقوله الطالب بتاعي بقوله ما تقراش السؤال ساعة متيجة علاقة بيانية في الرسمة ما تقراش السؤال إطلاقا ركز شكل رسمة ركز 3 حاجات ميل ما يسوي الميل علاقة رぎال مليون في المال رئيسال عليه ما يسوي الميل وانتهب الموضوع طب هنا من ما يسوي الميل هو المقاومة ومن هنا المقاومة برضو طب يا ترى اي quadrant ايstatic اكبر مقاومة رياضيا اكبر زاوية ميل يبقى الموصل ايه؟ ها اكبر مقاومة لأنه أكبر زاوية لنا نتبدأ الجزء السهل نتابع مع بعض رقم اتنين بسم الله رقم اتنين وثلاثة واربعة وإلى مالة نهاية مبنية على الجزء ده أنهي جزء اللي أنا هكتبه هنا ده كلنا خلاص الناس اللي متابع معي هم ركزة أن مقاومة ايه أكبر من مقاومة بي اعمل اللي أنت عايزه بقى شوف الطلبة الشاطرين اللي بترد معي هم بيقول له اعمل بقى اللي أنت عايزه مقاومة ايه أكبر مقاومة بي كل الأسئلة اللي هتسأل على الصبورة كلها مبنية على دي بس نركز مع بعض قبل ما اكتب رقم اتنين هعمل كده يا طرى من عارف أنا حكتب ايه محدش عارف أنا حكتب الار تساوي هم رو ايه في ناس كملت هاي في اللي على ايه هو ايه ده آه ده قانون المقاومة لا ده قانون العوامل التي اتوقف لها المقاومة عندي قانونين في المنهج ببدأ بالار تخلي بالنا ها مفيش حد ضعيف كله بيذاكر الحمد لله ها القانون بيقول ار بتساوي فيه على اي اوه حد يغلط الغلطة دي فيه طالب لسه لغاية النهاردة ما ذاكرش فيزيا من الاول السنة كويس يقول للار العوامل التي تتوقف لها استاذ فرق الجدوة شد الطيار اقول له ما ذاكرتش فيزيا يعني ايه يعني بيجي يخدع الطالب في السؤال ويقول له ماذا يحدث عند زيادة شدة الطيار بالنسبة للمقاومة ها سمع ناس بتقول ها الار تظل سابتة طب ليه تظل سابتة استعجلت انا قلت بسرعة يلا بينا تاني ها ار الطالب المحترم اللي مركز معايا ار بتساوي فيه على اي فرق الجود على شدة الطيار خدع كده في اول منهج السنوية العامة اول ما الطالب ييذاكر يلاقي الار بتساوي فيه على اي فيجي له سؤال يقول له ايه ما النتاج المترتبة على ها زيادة شدة الطيار الى الضعف بالنسبة لقيمة المقاومة الطالب المش بيذكر بيقول له ايه اه مهوصص دي علاقة عكسية زي ما انت علمتنا فلما شدة الطيار زادت للضعف المقاومة قلت للنص اقول له غلط طب ليه لان المقاومة بتتغير بربع حاجات مين هم قلتهم في اول حصة وفيه طلبة بتقول معي ها الطول ها علاقة تردية المساحة علاقة عكسية نوع المادة ودرجة الحرارة اذا ليس من بينهم شدة الطيار طب اقول تاني بصورة اوضح للطلبة حبابنا اه السؤال ده بيجي ازاي في الانتحان ونجاوب عليه ازاي برضه بالمناسبة كده واخنا ايه ماشيين بيقول له ما نتاج المترطبة على زيادة شدة الطيار الى الضعف بالنسبة لقيمة المقاومة شكل صريح هقول له المقاومة لا تتغير سبب اه تب ليه هقول له لان هي مش بتعتمد على ده ده بتعتمد على اربع عامل تانية تمام طيب نكمل بقى ايه عشان احنا كده طلعنا بره الحصة شوية طب تاني كده عشان الطلبة اتتابع معايا هون اه بتكلم على ايه انا بتكلم على الرسم المقابل جالي في الانتحان بيقول لي ها في الرسم المقابل اه مين اكبر مقاومة لماذا خلاص انتهنا من الجزئية دي قلنا ان الموصل ايه اكبر منوصل بي ليه لانه اكبر زاوية ميل درجة على مسؤوليتي تمام نموذج اللي جابة بيكتبه كده خلاص رقم اتنين هيبدأ يسأل بيقول لي لو اللي اتنين دول نركز بقى نحنشتغل على القانون ده بس بيقول لي لو الموصلين دول ليهم نفس الطول ومن نفس النوع طلبة اللي بيتذاكر من نفس النوع يعني هو ثبت المقاومة النوعية وليهم نفس الطول يا طرعي زيه اه ده حيسأل على علاقة المقاومة بمساحة المقطع كلام بسيط جدا وفي طلبة شطرة بتكمل معايا وربنا حيوفقهم ان شاء الله يبقى ايزا عن علاقة المقاومة بالمساحة علاقة عكسية طب يا طرعي بيقول لي في رقم اتنين سيماع الناس بتقول هي بيقول له في رقم اتنين على نفس الرسمة ايهما اكبر مين فيهم اكبر سمكا هاقول له تقصد اكبر مساحة مقطع مستر احمد ايهما اكبر سمكا ايهما اكبر مساحة مقطع كلام بسيط جدا فيه ناس بتكمل قال لي يا استاذ الاكبر سمكا الاكبر مساحة هو الاقل مقاومة هو الاقل ايه مقاومة كلمة عكسية واحد يزيد التاني ايه واحد ايه اللي تاني يزيد يبقى ايه زينا اكنا استنتجنا من هنا ان المقاومة والمساحة علاقة عكسية فهو بيسأل في الرسمة بيقول مين فيهم اكبر سمكا يعني اكبر مساحة مقطع ارد اقول له اكبر مساحة مقطع هو اقل ايه مقاومة وبما ان حد يارف يكمل ها يلا بينا بما ان مقاومة ايه اكبر من مقاومة بيه سمع ناس فترد يبقى مساحة مقطع A حد يقرأ فيكمل أقل من مساحة مقطع B حد سرح معي علشان مقاومة A أكبر من B وهي علاقة عكسية يبقى إذا المساحة A أقل من مساحة B وانتهى الموضوع طيب فيه درجات بالضيع هنا برضه الأستاذ السؤال سيجي إزاي والإجابته إزاي هو بيقول هنا مين أكبر سمكاً ولماذا؟ تمام برضه درجة ودرجة أكبر سمكاً هقول له بما أن مقاومة A أكبر من مقاومة B يبقى مساحة مقطع A أقل من مساحة A مقطع B ليه؟ هقول له ذلك لأن المقاومة تتناسب بشكل بسيط هو تتناسب تناسباً عكسياً مع مساحة المقطع تتناسب إيه؟ تناسباً عكسياً مع مساحة المقطع تمام حمسح دي وهعمل سؤال رقم 3 وانا بمسح كده عايز ناس تتوقع يا طرى رقم 3 حيقول إيه؟ آه في ناس توقعت صح رقم 3 هي نفس اللعبة R بتساوي رقي في L على إيه؟ في واحد بيقولي نفس اللعبة هي الفيزياء سهلة؟ آه سهلة للي يذكر ها الR بتساوي رقي في L على إيه؟ بيقولي اللي اتنين دول انت جبت نفس الموصلين على نفس الرسمة لهم نفس المساحة آه يعني دي سابتة طب وإيه تاني؟ ومن نفس نوع المادة يعني الرقي والطلبة اللي بتذكر عارفة أن دي اسمها المقاومة النوعية هنتكلم عليها كمان شوية إن شاء الله لو في وقت في حصة تعتمد على نوع المادة ودرجة الحرارة أو بتختلف بنسميها في الفيزياء خاصية فيزيائية تعتمد على نوع المادة ودرجة الحرارة طيب أول تاني ها بيقولي هي نفس الرسمة دا لسه ما طلعتش بره الرسمة بيقولي من إيه؟ نفس الرسمة لو الموصلين دولهم نفس مساحة المقطع طب وبعدين ومن نفس نوع المادة طب وبعدين أيهما أكبر طول بس في ناس قالت ها هيقول لي أوستاذ بما أن روء ايه أو أسف ر ايه يعني مقاومة السلك ايه أكبر ها من مقاومة السلك بي وإنت لسه قايل أن الر قايل ايه مش مهم تقول المهم تبص ها أن الر تتناسب تناسبا ترديا مع الطول يعني كلما زادت طول زادت المقاومة خلاص علاقة ترديا ها يبقى بما أن مقاومة ايه أكبر من مقاومة بي إذن طول السلك ايه ها أكبر أكبر من ما شاء الله السلك بي تبليه علشان بينهم بيسموها في الفيزياء عندنا بيسموها ايه علاقة ترديا لو عكسية يبقى أصغر يبقى أصغر يبقى نعكس دي طيب تاني بسرعة كده السؤال والإجابة مين فيهم أكبر طول ولماذا هقول له طول السلك ايه أكبر من طول السلك بي تب لماذا هقول له علشان مقاومة ايه أكبر من مقاومة بي تب لماذا هقول له علشان المقاومة بتترسب تلاصبا طرديا مع الطول تلاصبا طرديا معه الطول ومن الأساس من البداية من الرسمة إن زاوية ميل ايه أكبر من زاوية ميل بي طيب عندي أحساس كده الطلبة اللي بتكتب ورانا مركزة وإن شاء الله يستفدوا من مراجعات بإذن الله رقم أربعة يا ترى مين توقع رقم أربعة ما هي نفس الموضوع أرب تساوي رؤي في إيه اللي علي نسمع كويس الجملة اللي جاية قاله أرب تساوي رؤي في إيه اللي علي بيقول للموصلين اللي في الرسمة طبعا احنا عاملين الأساس كل يعني أنا بحاول أجمع الأفكار كلها على الرسمة دي إنما طبعا في الانتحان هو بيجيب له جزئين بس أو جزء واحد منه طبعا بس احنا مش عارفين هو عن الجزء يبقى الأرب تساوي رؤي في إيه اللي علي هي نفس الرسمة دي فبيقولي لو إيه رأيك بقى لو الاتنين دول الموصلين دول لهم نفس الطول في طلبة بتكمل معي ولهم نفس مساحة المقطع ولكن من مادتين مختلفتين يعني من مادتين مختلفتين يعني هو غير كده مين غير الرؤي اللي هي اسمها المقاومة النوعية التي تعتمد على نوع المادة ودرجة الحرارة طيب كمل بقى مستر بيقولي الاتنين دول من مادتين مختلفتين فأيهما أكبر مقاومة نوعية خلاص عندنا في الفيزياء والطلبة سامعاني يبقى الأرض تناسبة تناسبا طرديا مع المقاومة النوعية في طلبة لغاية النهاردة هتعترض على الجملة دي أستاذ انت قلت لنا قبل كده ان الرؤي المقاومة النوعية سابت آه سابت بس سابت لنوع المادة الواحد يعني سلك من النحاس وسلك آخر من النحاس اللي اتنين لهم نفس قيمة حاجة اسمها الرؤي اللي هي المقاومة النوعية طيب ولكنها تختلف من مادة إلى مادة أخرى فبالتالي هي صيرة السؤال قال اللي اتنين دول اللي على الرسمة دي مش زي بعض مش نفس النوع غير النوع تمام ولكن ميثبت مين ميثبت الطول وميثبت مساحة المقطع إذن بشكل مباشر الR تتناسب تناسباً ترضياً مع المقاومة النوعية طب المطلوب هو بيقول لي المقاومة النوعية المين أكبر حاول له خلاص ما أنا اتدربت عليها صح يا مستر مقاومة الإيه أكبر من مقاومة B اسمها علاقة ترضية هتكمل معي يبقى رؤي الموصل إيه أكبر من رؤي الموصل B ليه؟ لأن الرؤي المقاومة نوعية تناسب تناسباً ترضياً مع المقاومة طيب بسم الله تعالى بقى نشوف رقم خمسة وحابب جداً كل الطلبة حبيبنا اللي مركزها معنا واللي بيكتب ورايا يحاول يركز في الجزئية رقم خمسة بيقول لي بيرجع لنفس السؤال ونفس الصيبة لأننا نعمم كل الأفكار على باسمة دي طيب بيقول لي لو خدت اللي اتنين دول الموصلين دول وصلتهم في دايرة على التوالي وصلتهم في دايرة على التوالي دي مقاومة السلك A ودي مقاومة السلك B وصلتهم على التوالي آه في ناس كملت انت توصد على التوالي يعني شدة الطيار سابت طيب إيه اللي هيحظر؟ بيقول لي يا ترى مين فيهم أكبر فرق جهد؟ أو ممكن بشكل بسيط جدا هو يجيب لي الرسمة دي ويعمل لي بولتاميتر V1 و بولتاميتر V2 ويقول لي أيهما أكبر كراءة يعني مين في دول كراءته أكبر؟ V1 و بولتاميتر رقم 1 و بولتاميتر رقم 2 طيب تعالي نتابع كده بسرعة يا ترى إيه القانون اللي هيحكمني هنا؟ في بعض الطلبة بتتلغبط ببتبقاش عارفة هتستخدماني قاروة أنا هقول له هو نفس القانون اللي هم بنتكلم عليه إن فرق الجهد الفي بتساوي I فى R الفي بتساوي I فى R هو ألفز هو استخدم اللفز قالي الاتنين دولة توصلوا على التوالي أقول له الاتنين دولة توصلوا على التوالي يعني تقصد من شدة الطيار سابت طيب لما شدة الطيار تكون سابت قال لي يعني فرق الجهد يتناسب ترى سباً تردياً مع المقاومة خلاص رجعنا لنفس اللعبة وبما أن مقاومة إيه أكبر من مقاومة D يبقى إيزاً فرق جهد إيه أكبر من فرق جهد بيه لأن اللاقة بينه ملاقة تردياً طيب لو أحد يميل هننتقل سريعاً إلى رسمة شبيهة للرسمة دي بشكل مبسط ومعظم زميلنا طبعاً بيحطوا نفس الأسئلة في امتحاناتهم ودي حاجة جميلة جداً يدرب عليها الطالب في الوقت اللي احنا فيه لأن مطلوب من كل طالب أنه هو يبدأ بقى يحل الأسئلة تعالى نشوف نفس الرسمة A و B وهنا بيقول لي برضو نفس الموضوع البداية الرسم المقابل يوضح علاقة فرق الجهد بين طرفي موصلين وشدة وشدة الطيار الكهرباء المرة دي بقى يعمل ايه؟ رح حاطت هنا قيمة زاوية تلاتين ويهي تاني؟ ورح عامل زاوية هنا تلاتين وقال لي في الرسم المقابل سؤال مهم اللي على الصبورة دا سؤال مهم ممكن يجي في المتحان الله أعلم عايز نسبة R A على R B طبعاً جايب الرسمة زي ما هي كده مش حاطت أرقام على محور الصدات مش حاطت أرقام على محور السينات لأننا في بداية الحلقة قلت الميل لما بيجي بنجيبه ايه؟ بطرقة ايه؟ الطرقة الأولى اللي هي فرق الصدات على فرق السينات والطرقة التانية اللي هي ظل الزاوية هنا هو مش جايب الأرقام فبالتالي حيلجأ إلى استخدام تان سيتا أو ظل الزاوية طيب عايز يا ترى بيقول لي عايز النسبة بين مقامة ايه إلى مقامة دي هقول له تقصد النسبة بين تان سيتا للموصل ايه؟ على تان سيتا للموصل دي في ناس كملت صح بيقول لك سؤال سهل وعادي زاوية ميل بي كامل 30 يبقى ايزا 30 في ناس مكملة قال لي انت عايز تخدعني بس انا فاهمها زاوية ميل الموصل ايه لا لا مش 30 30 دي اللي هي كده اما ليه قال لي الزاوية دي شيل منهم 30 يبقى زاوية ميل ايه بيساوي كامل 60 يبقى ايزا النسبة بين ر اي على ر بي بتساوي 60 على 32 على الحسبة هتطلع 3 على واحد يعني يعني لو جيسوا الاختيار يبقى ر ايه على ر بي بتساوي 3 على واحد هو ممكن يعمل ايه تاني ممكن يدخل السؤال ده في صيغة انه هو مثلا يقول لي ها فاذا كانت مقاومة الموصل بي 10 اوم خلص ايه حاجة بسيطة جدا ها بيقول لي لو مقاومة البي 10 عايز مقاومة الايه طرفين فوسطي يبقى مقاومة السلك ايه بتساوي ها ثلاثة في عشرة بتلاتين اوم كده بفضل الله اولا احتوينا كل ما يخص الرسمة وقانون او اتمنى ان الطلبة تكون بتداون الملحظات دي وبيكتب وراي وبيزاكر مش قاعد يتفرج بس تعالنا ننتقل للرسمة اخرى ورسمة مهمة قلت اه عنها في اول الحصة تعال نشوف اللفظ اللي هيستخدمه الجديد وقانون مهم جدا بنسبة 100% متكرر في الانتحانات قال لا انت رسمت نفس الرسم بس المرة دي بدأ السؤال بيقول ليه في اللي فاتت كان بيقول الرسم المقابل يوضح الالاقة بين فرق الجهد بين طرفين مواصل اما الهنا هيقول ايه بيقول فرق الجهد بين طرفين مصدر كهرباء غير اه غير المواصل هنا هناك كان مواصل هنا اعمل كده بالزبط طلب اللي بتذاكر فهم كل الكلام ده وبتراجع بتبقى حصة مفيدة لها بإذن الله يعني الرسمة هتبقى عاملة كده انه هو بيقول لي الرسم المقابل يوضح الالاقة بين فرق الجهد بين طرفين مصدر كهرباء زي الرسمة دي وشدة الطيار الكهرباء حاولوا لأ ثانية واحدة بقى يعني القانون ايه حيستخدم الفي بتساوي الفي ناقص اي ار معلش هنطلع برر الرسم الباني شوية ونبدأ نسأل شوية اقسلة مهمة كده سريعا يبقى احنا برضو ايه خدنا الاسئلة بنظري واتدربنا على الرسمة الباني طيب الفي اسمه بالعربي ايه اسمه فرق الجهد بين طرفين مصدر اللي هو داخلية للمصدر المقامة الداخلية ايه للمصدر عايزين نبص على القانون كده بشكل كويس ونشوف ايه ممكن السئلة اللي تيجي عليه بنسبة مية في المية القانون ده دائما في امتحانات السنوية العامة دائما مستخدم القانون ده في الامتحانات طيب خلينا مع اول حاجة طبعا احنا طلعنا برر الرسم الباني وإيه بنسأل شوية سئلة نظرة عشان ما نضيعش لإيه وقت الحص بيقول لي ما المقصود بالقوة الدفعة الكهربية هقول له والله ده بيسوي ده لما المقدار ده بيسوي ستر طينا القوة الدفعة الكهربية هي فرق الجهد بين طرفين مصدر كهربي لما الشوية دول شوية يا مستر طب الفيزيات قال إزاي آه لما الشوية دول بيسوي ستر طيب أنا أسأل الطلب المحترم هو الشوية دول حيسوي سفر إمتى في ثلاث حالات حالة منهم بشكل عملي دائرة مفتوحة آه لما يكون رسم الدائرة كده بالمنظر ده آه الدائرة دي بقى الدائرة مفتوحة تمام يعني إيه دائرة مفتوحة قال لي يعني شد الطير بسفر طب يعني إيه شد الطير بسفر قال لي يعني المقدار ده كله بقى بسفر لما المقدار ده كله بسفر اللي اتنين دول يتساوهم بعض بيجي بصيغة تانية بيقول متى يتساوى فرق الجهد بين طرفي مصدر مع الخوة الدفعة الكهربية هقول له عندما تكون الدائرة مفتوحة أخذ الدرجة كاملة وأقول له تبعا عايز كله يتعامل مع قانون ده بشكل كويس تبعا للعلاقة الـ V بتساوي VB ناقص آيار هو بيسأل سؤال إمتى الاتنين دول بيتساوي أقول له عندما تكون الدائرة مفتوحة طيب إيه الحالة التانية لما تكون المقاومة الداخلية للمصدر بتساوي سفر أو تانعدم ودي حالة بنسميها حالة نظرية أو استخدام مقاومة كبيرة جدا في الدائرة فإن الطيار ياكادي يانعدم يعني ياكادي آه ياكادي يعني هو فيه طيار ولكنه يقترب قيماته تقترب من إيه من السفر فعشان كده بنقول إن الاتنين دول حالات نظرية لا تتحقق عملين أما لا تتحقق عملين هو إيه أن تكون الدائرة مفتوحة طيب خلينا نشوف صيغة تانية للسؤال ده بيقول لي عندما تكون الدائرة مفتوحة فإن النسبة بين فرق الجهد بين الطرفية مصدر كهرابي والقوة الدفعة الكهربية نقط الواحد الصحيح تاني كده الطلبة اللي سرحت أنا عندي قانون شغال عليه اسمه قانون أمن الدوار المغلقة الفي بتساوي فيبي ناصيار طيب بيقول لي إيه صيغة السؤال بيقول لي إن ده لما تكون الدائرة مفتوحة هقول له لما تكون الدائرة مفتوحة خلاص الموضوع انتهى الآي بكم بسفر الآي بسفر يبقى المقدار ده نسيت أقول طبعا من الأول اسمه الفقد في الجهد كويس بينا فتكرتها اسمه إيه الفقد في الجهد آه يعني لما تكون الدائرة مفتوحة يبقى الطيار بسفر يبقى قيمة الفقد في الجهد بكم بسفر طيب لما قيمة اللي إيه الفقد في الجهد بسفر إيه اللي هيحصل قال لي يبقى بتساوي الفي بي؟ طيب ما خلاص انتهت حلينا السؤال الفي بتساوي الفي بي فهو جابها بصيغة تانية فبقول فإن النسبة بين فارق الجهد إلى قوة دفع كهربية حقوله ها بتساوي الواحد الصحيح بتساوي كم الواحد الصحيح طيب خلينا على نفس النمط طيب حكتب هنا الطلبة اللي بتدونه ورايا دائرة مفتوحة ها دائرة ها مغلقة هام جدا الكلام ده مهم جدا في منهجنا بيقول في الدائرة إذا كانت الدائرة مفتوحة فإن النسبة بين فرق الجهد بين طرفي المصدر والقوة دفع كهربية نقطة الواحد الصحيح خلاص جاوبنا عليها ايه تساوي الواحد الصحيح طيب علل حقوله لأن الدائرة مفتوحة لأن شدة الطيار بصفر لأن شدة الطيار بصفر تخلي الفقد في الجهد بصفر فيتساوي الفي مع الفي بي طب لما تكون الدائرة مغلقة قال لي لا لما تكون الدائرة مغلقة ده هيصبح له قيمة هيصبح له ايه قيمة نتخيل ان القوة الدفعة كاربية بعشرة مثلا وكان هناك فقد في الجهد مقدار واحد يبعى عشرة نقص واحد بتسوي تسعة اه قال لي دائما عندما تكون الدائرة مغلقة فان قيمة فرق الجهد دائما تصبح اقل من القوة الدفعة كاربية تبدأ نتقل ترجم هنا ازاي قال لي يعني انت هتقسم يا مستر ها رقم صغير على رقم كبير هو انا ما كملتش سؤال سؤال جاي في اختار فبيقول لي فان عندما تكون الدائرة مغلقة فان النسبة بين فرق الجهد بين طرفي المصدر الكهرابي اللي هناك ده والقوة الدفعة كاربية هقول له بينه وبالنفس ها الدايرة مقفولة في قيمة للطيار في قيمة للفقد الجهد يبقى ايزا في جزء ما تروح من قيمة القوة الدفعة كاربية فتصبح في ايه او يصبح فرق الجهد دائما اصغر من القوة الدفعة الكاربية بالرياضة نقسمت رقم صغير على رقم كبير يبقى ايزا هيصبح اقل من الواحد الصحيح تمام طبعا احنا سرحنا طلعنا برا الرسم البياني ولكن الحمد لله بفايدة وان شاء الله يكون الطلبة اللي بتتابع معنا بتدون الملحظات دي وبتستفاد من كل حاجات تتاعد طيب نرجع للعبة الجبيلة بتاعتنا اللي هي اول ما ييجي يقول صيغة السؤال في الرسم المقابل يوضح على علاقة بين القوة الدفعة الكاربية القوة الدفعة الكاربية فرق الجهد بين الطرفية المصدر وشدة هقول له لا ثانية واحدة تساوي ناقص اي ار انت هتكلم على القانون ده هقول له الاستاذ لسه ايه اللي النصاد تساوي ميم سين زائد دي تاني كده بسرعة كده السؤال ممكن يجيلي ازاي بيقول لي في الرسم المقابل يوضي علاقة بعينية بين فرق الجهد بين الطرفي مصدر كهربي اول ما يقولي الجملة دي اسيب السؤال ما بصش للسؤال خلاص اطلق طب اعمل ايه اكتب العلاقة دي فيب تساوي فيبي ناقص اي ار تمام هنا شدة الطيارة على محور السنات افتقر كلام المستر بقى وهو بيقول لي تعال انشوفها بالشكل الرياضي صاد يا ترى مين صاد قال لي صاد دي هي اللي موجود على محور السادات اللي هو مين فرق الجهد معي يا مستر يعني نعايز اوفق الشكل ده مع الشكل ده صاد هو اللي موجود على محور السادات اهو ها حد يكمل تابوي سين شدة الطيار قال لي شدة الطيار هو سين محور السنات ها طب الميل وما يساوي الميل والعلاقة الرياضي ها طب ما هو العلاقة الرياضيات ما احنا كتبينها بفوق اللي هي مين كل كلام ده عليه درجاتي الفي بتساوي ها في بي ما هي سيار تمام دي لعلاقة الرياضيات طيب الميل ميل الرياضي فرق على فرق فرق الصادات على فرق السنات دلتا على دلتا دلتا في على دلتا او تمام قال لي ولكن الرسمة هتطلع مختلفة عن الرسمة اللي فاتة طب هتطلع ازاي هتطلع الرسمة عام لك بالمنظر ده تمام يا مسر طيب تمام طيب سريعا كده دلتا في على دلتا اي ما يسويه الميل اللي هو معامل السين معامل السين طب مين معامل السين في الرسمة دي اهو السين هو شد الطير طب مين معامل السين سالب ار طب بسرعة كده اخر حاجة طب ده مين قال لي ده الجزء المقطوع من محور الصادات ممكن تشوف السؤال ده في امتحان ان هو يجبهولي برامز ك فيقول لي في الرسم المقابل ما دلالة الرامز ك خاوله بشكل مباشر الرامز ك محدش يقول لي زي معظم الطلبة يقول لي ده الجزء المقطوع من محور الصادات اقول لنا السفات ايه ما نعرف ان هو جزء المقطوع من محور الصادات هو يقصد هو بيدل عليه يعني لو كاتب هنا رقم عشرة رقم عشرة دي يدل على قيمة القوى الدفع الكهربية وممكن يجيب للرقم ويقول لي في الرسم المقابل تمام القوى الدفع الكهربية يبقى بتساوي عشرة تمام اتفاضل نسر شكرا نشكرك على الحلقة الجميلة دي ونرجو ان نتطلق بطنع يقول السابق معنا بالحلقة ونشوفك في حلقات خادمة ان شاء الله بإذن الله وبشار فيه بإذن الله شكرا شكرا شكرا